كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن الدولة تعمل على إدارة الثروات المعدنية لديها بالشكل الأمثل وذلك من خلال استخراج المواد الخامة وتصنيعها في إطار استراتيجية الدولة الثابتة لاستفادة من الخامات الطبيعية المتوافرة في مصر وذلك وفقا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو ما يتطلب ضرورة أن يكون لدينا حصر دقيق بكميات الفوسفات عالي الجودة في مصر مع ضرورة أيضا السعي للتوقف عن تصدير الفوسفات الخام والعمل على تنفيذ مشروعات تحقق قيمة المضافة من هذا الخام جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع وزير البترول طارق الملة لمتابعة الخطط الاستراتيجية لاستخراج وتوفير خام الفوسفات عالي الجودة وقال رئيس الوزراء أن الدولة لديها عروض من جانب عدد من المستثمرين الأجانب لإقامة مشروعات تحقق هذه قيمة المضافة ولذا يجب أن تتوافر دراسات وأرقام وإحصاءات دقيقة بالإضافة إلى إعداد خطط استكشافية للخام عالي الجودة في مصر هذا واخد شهد الاجتماع وعرض التقرير حول تناول خريطة تركز خام الفوسفات على المستوى المحلي والتي تتركز بمناطق البحر الأحمر ووادي النيل وأبو ترطور كما تم أيضا توضيح أوجه الاختلاف بين مخرجات تلك المناطق من خام الفوسفات ترجمة نانسي قنقر